أهلا بسدى المتابعين والمتابعات والأصدقاء والصديقات والمشاهدين والمشاهدات في هذا العدد الجديد من السلسلة العامة في نقضة النظمة الدينية هذا عدد راح يكون حلقة 139 من السلسلة العامة راح تكون حلقات من السبعين من سلسلة التاريخانية الثاني وهو الحديث النبوي وراح نكملو مع محور حركة الترجمة والتفكيك وهم الحضارة الإسلامية ساعد منذ نطالة النجارة الكانيمة وسمح لي رحمكم فيهم محبا حلي ماليش أهلا بك فتحي ونرحب الأصدقاء المتابعين قبل أن نواصل سرد النصوص المتعلقة بهذا المحور والأدلة النصية المتعلقة بهذا المحور حابت نذكر بعض النقاط المكملة للكلام اللي قلناه في الحلقة الماضية النقطة الأولى هي أنه على عكس ربما ما يتبادر لأذهان الكثيرين الذي كان يؤثر وعي العامة عبر التاريخ ليس الفلاسفة والعلماء علماء الفيزياء والطب والرياضيات والكيميا وهكذا لا مش هذو الذين كانوا يؤثرون وعي العامة والأغلبية السحقة عبر التاريخ هم الفقهاء ورجال الدين هذو هما الذين كانوا يؤثرون وعي العامة ولذلك ولهذا نجد أن العلماء ورجال الرياضيات رجال الفيزياء والطب والفلسفة والهندسة والكيميا هذا العلم كلها أصحابها كانوا مهمشين وكان الناس ينظرون إليهم على أنهم كأنهم أمراض معدية يعني لا يقتربون منهم هذا إذا لم يقتلوهم إذا لم يضطهدوهم ولم يطاردوهم ولم يقتلوهم لأن أغلبهم كانوا مشردين مطاردين مسجونين بعضهم كثير منهم قتلوا كان بعضهم حدث نفيهم لأراضي غير أوطانهم أحرقت كتبهم مكتباته مكتبة بن رشد أحرقت مكتبة بن حزم أحرقت مكتبة التوحيد العديد من هؤلاء العلماء أحرقت كتبهم لماذا؟ لأن الفقهاء كانوا يفتون بأن هؤلاء هم أئمة إلحاد وزندق وظلال وكتبهم كتب ضلال إذن كانت تحرق كتبهم وكانوا يضطهدون إذن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي أن الإسلام عندما جاء وبدأت ما يسمى بالفتوحات الإسلامية المناطق التي وصلتها الفتوحات كانت فيها حضارات كانت فيها حضارات سواء في مصر أو في بلاد الفرس أو في الهند أو بلاد المناطق الخاضعة لبيزنطة في ذلك الوقت أو للروم أو شمال أفريقيا كل هذه المناطق كانت فيها حضارات قائمة ومتمكنة ولامعة ولكن بعض آثار تلك الحضارات زالت ولم نعود نجدها اليوم لماذا؟ بسبب سبب هو حرق المكتبات السبب هو حرق المكتبات الحريق أو العملية حرق الكتب والمكتبات هذه سنأتي إليها في النصوص بالتفصيل ولكن نذكر هنا على الماشي يعني على السريع أنه مثلاً مكتبة الإسكندرية أحرقت بتوجيه من الخليفة الثاني مكتبة القسطنطينية أيضاً أحرقت العديد من المكتبات التي كانت قائمة في ذلك الوقت يعني أحرقت هناك مكتبات أيضاً في شمال أفريقيا أيضاً أحرقت لذلك لا نجد اليوم المخطوطات المرتبطة بآثار مثلاً حضارة في شمال أفريقيا قبل الفتح الإسلامي قبل مرحلة ما يسمى الفتح الإسلامي النقطة الثالثة هو أن العلوم الدينية العلوم الدينية حتى ما يسمى يعني العلوم الدينية يعني الشرعية لهي الفقه وأصول الفقه وعلم الكلام وعلوم اللغة هذه كلها بنيت على الفلسفة اليونانية يعني بنيت على الأقيسة أو القياس ما يعرف بالقياس وهذه وهذه قائمة على الفلسفة اليونانية من جهة من جهة ثانية نجد أن العلماء مثلاً الفيلسوف أو الطبيب الفيلسوف أو الطبيب أو الفيزيائي أو الكيميائي هؤلاء عندما يكتبون لا ينطلقون من النص الديني صحيح لا هذه بعض الناس لأن هناك من لا يعرف هذا أو لا يدرك لأن هذه أمور عند الأغلبية غامضة هذه الأشياء كي الناس يظنوا بالأبن سينا استنتج الفلسفة التعوم من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو ربما استنتج الطلب لا لا هناك ناس يظنوا هذا لأن الأغلبية تعتقد أن النصوص الدينية فيها كل العلوم هذا اعتقاد شائع عند المسلمين أن النص الديني يحتوي كل العلوم على أساس ينطلقون من الآية التي تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء رغم أن الآية تقصد دل جانب الدين فقط ولا تقصد الفيزياء والكيمياء والعلوم البحثة وعلم الفضاء والرياضيات لا تقصد العلوم البشرية تقصد الأمور الشرعية الدينية فقط أمر الدين ما فرطنا في الكتاب من شيء في أمر الدين وليس خارج الدين وهذا ما يقوله وهذا ما يقوله حاجة بينك كيف يجب أن تقصد مثلاً نضع الدب عندما ترى الدب في التقرى سبعة سنين وبعدها تقصد خمسة سنين وبعدها تقصد تقصد البوليكوبية التي أخبرتهم ويجب أن تقصد شيء لكي تقصد لكي تقصد الفيزياء هذا وقع لا يمكن أن تقصد في 600 فصلاحين 600 فصلاحين معهم عدد السطحية في المصحف اليوم تقول لي مكوديا ماشي مكوديا ما كياش إذا فرضنا بأنه المعرفة لنهائية مستحيل تحط لي معرفة لنهائية داخل كتاب خلاص يعني كم يقولوا عنده عدد من الصفحات منتري يعني عدد من الصفحات نقدرون أن نحسبهم لا تستطيع لا تستطيع لا 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 كي تجد تستطيع كي تستطيع كي تستطيع 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 تقول لك إذا كانت عندك 10 صفحات تستطيع 10 في 1 لأنك إذا قلحت من عدد منتهي من الصفحات كي تلخصها تنتهي في عدد منتهي من الصفحات ولكن عندما تفرض بأنه المعرفة لنهائية إذا عدد الصفحات لنهائي مستحيل تلخص لنهائي في عدد صفحات منتهي وهذا هو وهذا هو مشغل 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 مصحق وإلى ما شناها درع القرآن وإلى الكتب الدينية هذه حاجات كما يقولون تنطبق على أي كتاب ما كاش كتاب يقدر يلخص المعرفة التي هي لنهائية في عدد صفحات منتهي تماما وبالتالي لما نتكلم مثلا على ابن سينا أو البيروني أو الفرابي أو الكيندي أو ابن رشد أو الزهراوي أو ابن النفيس أو أبو حيان توحيدي أو أبو بكر الرازي أو جابر بن حيان أو ثابت بن قرى أو غيرهم من الأساطين هذو العلماء والفطاح وعمر الخيام وكل من تشاء من هذو وهم كثيرون يعني هذا لم يأخذوا علمهم من القرآن ولا من الحديث بل أخذوها من كتب اليونان أخذوها من كتب المترجمة كتب السوريان التي ترجمت كتب اليونان التي ترجمت كتب الفرس التي ترجمت كتب الهند التي ترجمت أخذوها علمهم من الكتب المترجمة وأضافوا بالتجارب التحهم واجتهادهم أضافوا إليها وذهبوا بعيدا بعضهم الخوارزمي وذهبوا أبعد طوروا لكنهم انطلقوا من الترجمات من الكتب المترجمة يعني كتب الحضارات التي كانت قائمة في ذلك الوقت وترجمت إلى العربية في زمن العصر العباسي حتى لا نغلطوش حتى تكون أمور تكون واضحة إذن النص الديني لا ينتج العلوم البحثة أبدا النص الديني ينتج العلم الشرعي فقط ينتج العلم الديني المرتبط بالدين النقطة الأخرى النقطة الأخرى هذه طبعا لا نكرر ما قلناها أنه الفقهاء رفضوا العلوم غير شرعية وسموها العلوم الدخيلة وقالوا أنها لا تنفع قالوا أنها لا تنفع مشهورة هذا البيت الذي يوصب إلى الشفعي العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه يعني معنى أنه كلام شياطين المعنى يعني العلم ما كان فيه قال حدثنا يعني العلوم كلها ترتبط بالإسناد العلوم الإسناد يعني العلوم الحديث سواء الروايات القرآنية أو الروايات الحديثية هذا هو هذا هو أنا ذكرت البيت العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطيني إذن ما كاش علم عند الفقهاء ما كاش علم خارج العلم العلوم الشرعية لا يوجد علم البقي يسموها أباطيل وبعد نشوفه الذهبي يشوفه الذهبي في السير على منه يقول لك الظلالات الأباطيل العلوم الدخيلة يقول لك ظلالات الأولين ظلالات الأولين المهم إذن هذه كانت مرفوضة تماماً ومحرمة وبعد نشوفه كلام ابن تيمية لما حرم الكيمياء وغير ذلك إذن نقطة أخرى نقطة أخرى أيضاً سندعمها بالنصوص وهي مسألة لما نقول حضارة إسلامية لما نقول حضارة إسلامية عن أي إسلام نتحدث هل هي الشيعية الحضارة الإسلامية الشيعية الحضارة الإسلامية السنية الحضارة الإسلامية المعتزلية الخوارجية الإباضية هل هي القرمطية الإسماعيلية الدرزية هل هي حضارة إمارة مملكة برغواطة الحضارة البرغواطية اللي كان عندها قرآن خاص بها كتبت مصحفاً بالأمازيغية بعد نتكلم عنه هل هي حضارة إسلامية القرامطة الذين أيضاً كتبوا قرآناً خاصاً بهم كتبوه القرآن القرمطي معروف هذا مذكور في المصادر بعد نتذكره إذن حضارة من إسلامية بأي معنى لأن الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة وقع لها انفجار وتشضي بعد وفاة الرسول كما شرحنا ذلك بالتفاصيل شرحناه ما نرجعش بالتفاصيل إذن هذا التشضي قل ما قلناه انعكسه على كل التاريخ 14 قرن من بعد كل التفرقة والصراعات المذهبية والفقهية والفكرية والسياسية التي حدثت بعد ذلك كلها سقيفة وانفجار السقيفة في التشري والتشتت والانفجار الداخلي الذي وقع في الحدثة في السقيفة إذن هذه من بعد نشوفها ولذلك الإسلام عبر تاريخه ما بقاش إسلام واحد أصبح إسلامات أصبح عبارة عن عدة إسلامات إسلام الشيعة السنة السوفية القرامطة الدروزة المالكية الشفيعية الحنبلال يعني بلا حد عشرات عشرات وربما مئات المذاهب لأن هناك مذاهب اندثرت لما نسمع بها هناك مذاهب لم تصلنا أصلا هناك اكتجاهات ومذاهب لم تصلنا يعني وهذا بقي بقي مستمر كلما كما قال في القرآن كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما يجي جيل يلعن الجيل السابق ويكفره المرابطون دولة في المغرب شمال أفريقيا ما يسمى المغرب العربي هو شمال أفريقيا دولة المرابطين هي دولة سلفية أنتع سلفيين وكانوا يعني ما كانوش فقط سلفيين كانوا متشددين في التمسلف يعني أو في التسلف كانوا متشددين حتى كانوا مجسمة لحقوا للتجسيم دولة المرابطين وهي دولة فوقها دولة أصولية جات بعدها دولة الموحدين كفرتهم ابن تومار تكفر المرابطين ودعى أنه المهدي وأنه معصوم ومن لم يعتقد بمعصوميته كان يقتل وعشرات الألاف قتلوا لأنهم رفضوا أن يعتقدوا أنه معصوم العصمان تاعوا حتى أنه كان أحيى الموتى يعني دار طريقة دار خطة دار خطة بعدها شوفها يهدر عليها الذهبي أنه كان يحيي الموتى يعني حكاية حكاية طريفة بعدها شوفها في سير أعلى من نبلها خصص له عشرين صفحة الذهبي طول معه مع ابن تومارت وططح عليه يعني جاب مليح لحكاية المهم على كل حال ابن تومارت إنسان ذكي جدا باش نتفهمه إنسان ابن تومارت محمد ابن تومارت ذكي جدا كما قال كما قال عليه الذهبي كان صاحب لسان فصيح بالعربية والبربرية فهو أمازيغي ولكن أيضا كان يتقن اللغتين فإذن بأي معنى نتكلم أيضا عندما نقول حضارة إسلامية بأي معنى هذه الحضارة بعدها نشوف هذا هذا الأمر في النصوص بالتفصيل أيضا قلنا الأمر هذا أيضا من فصلوش فيه مسألة العمارة الإسلامية ما يسمى عمارة إسلامية هناك من بعض الناس يعني يحبوا يخدعوا أنفسهم أو لا أدري يضحكون على أنفسهم أو على الناس يعني مثلا يتكلم لك يقول لك العرب هم البناء الأندلوس طيب إذا كان العرب هم البناء الأندلوس لماذا لا نجد العمارة الأندلوسية في المشرق لماذا لا نجد العمارة الأندلوسية في مكة في المدينة في اليمن في شمال العراق في سوريا اليوم في شمال شمال الجزيرة لماذا لا نجد هذه العمارة الأندلسية بلاد الأندلس أهلها الأندلسيين هم الذين بنوها ليس العرب العمارة سوريا بنها السوريان العمارة العراقية بنها العراقيون هذا التعميم لا يصلح وحتى الموسيقى أغابو أندلوس الكلام فقط الكلام عربي نعم الموشحات الأندلسية لسالة بن الخطيب كان يتكلم بالأندلسيين ولكن زرياب ما كان يلحان بالعربية لحان زرياب فارسية مصدرها فارسي الصنايع كما يقولون في قسنطينا الطبوع الموسيقية أو كما يقال في المشرق المقامات المقامات الموسيقية ليست عربية حتى بن خلدون وبعد نشوفه بن خلدون يقول لك هذا كله فارسي ثم جات للأندلس وطورت في الأندلس علش ما نلقاوش السيكا والزيدان والغريب في المشرق علش ما نلقاوش نفس الطبوع اللي راهي موجودة احنا عندنا هنا في شمال أفريقيا في تونس والجزائر والمغرب في الأقصى وليبيا لماذا لا نجد نفس تلك الطبوع في المشرق عندنا طبوع هنا في الجزائر لا توجد في المشرق إذن ويقول لك جابها زرياب لا حقيقة الزرياب جاب طبوع فارسية في الأصل وهو فارسي ونفسه فارسي ولكن هذه الموسيقى طورت وقع لها تطوير وتبيئة وتوطين في البيئة المحلية في شام الأفريقيا وقع لها تطوير وظهرت في ثوب جديد هذا الثوب الآن غير موجود تماما في المشرق لا على مستوى الإيقاعات ولا على مستوى الطبوع ما كانش السيكة بتاعنا غير السيكة المشرقية والحسين اللي هنا في المشرق يسموه الصبا وشيء آخر هناك تشابه ولكن كانت كثير من الاختلاف هي ليست هي الموشحات أو ما يسمى القدود التي مثلا تغنى في القاهرة أو في دمشق أو في بغداد مثلا ليست شيء مختلف الإيقاعات تختلف الكلام يختلف أشياء كثيرة تختلف إذن لا يمكن أن ننسب هذه الأشياء العمارة في النهاية ما هي؟ العمارة هي عمارة محلية وهي خالية كما قلنا المهندسين اللي كانوا يبنوا مش العرب القوت والروم والأقباط والثورس هذو هما اللي كانوا صناعية اللي كانوا يبنوا حتى المسجد النبوي عندما تهدم هدموه في عصر الوليد كما شفنا ليس العرب من أعادوا بناءه إنما الأقباط من الروم ومن الأقباط المسيحيون من الروم والأقباط وغيرهم كما شفنا في النصوص إذن في النهاية قبل ما نرجع لابن خالدون تشوفوا بأن ما يسمى الحضارة الإسلامية هي في الحقيقة هي الحضارات التي كانت قائمة في المناطق التي فتحها المسلمون في قوسين ونسبت إلى الإسلام أما هي كانت موجودة كانت موجودة قبل الإسلام وقبل الفتح كانت موجودة ثم نسبت إلى المسيطرين إلى القوم الذين سيطروا سياسيا نسبوها إلى أنفسهم وأصبحت مع الوقت مع الزمن تسمى بإسمهم نقطة أخرى أيضا أخيرة ربما قبل ما نعود نرجع لابن خالدون لنصوص ابن خالدون وهي أنه نشوفوا مثلا العصر العباسي العصر العباسي الترجمة بعد نتكلم عليها بتفصيل في الحلقات المقبلة العصر العباسي الترجمة يعني كانت ما كانت تعبر عن قرار ديني كانت تعبر الترجمة قرار سياسي لأن العلوم التي ترجمت لم يرضى عنها الفقهاء رفضوها وسموها العلوم الداخلة وبل أغلبهم حرمها إذن القرار تقول لي المأمون كان مجتهد صحيح المأمون كان فقيف وفيلسوف ومجتهد كان موسوعة علمية كان علامة المأمون معروف هذا الشيء ولكن المأمون قبل كل شيء هو خليفة ورجل سياسي المأمون قبل ما يكون مثقف من طراز العالي والرفيع هو سياسي هو خليفة خليفة المسلمين والدليل أنه كان يتصرف كسياسي على الكرسي قتل أخاه الأمين قتنخوه الأمين بسبب السياسة بسبب السلطة لما أخوه حب ينافسه في الكرسي قتله وقتل ما قتلش غير أخوه يعني قتل الكثيرين وليس هو فقط إذن المأمون بقرار سياسي والمأمون الذي أمر بالترجمة بترجمة العلوم وتأسيس دار الحكمة مكتبة دار الحكمة وإلى آخره هو نفس المأمون الذي اضطهد مثلاً فيها كانت ضد الاعتزال مثلاً طبعاً نحن هذا أمر سياسي نحن نعرف أن المعتزلة كانوا ناس إلى حد ما عقلنيين يعني إلى حد بعيد ولكن هذا لا يمنع أنهم أيضاً عندما تمكنوا في السلطة اضطهدوا الآخرين اضطهدوا الأهل الحديث في عصر المأمون الإمام أحمد دخلوا للسج وعذبوه ومشي غير هو عشرات الفقهاء لأنهم كانوا ضد ضد رأي المعتزلة والمأمون كان معتزلي المأمون كان صغير يعني المؤدب اللي قراها المعلم أنت عملي كان صغير قراها معتزلي كان معتزلي فنشأ على عقيدة أو على أفكار المعتزلة كان مأمون كان معتزلي في الدم يعني كان يعني إذن إذن هذا والدليل والدليل على ذلك أنه نزيد نوضح نقطة أنه سياسة المأمون عصر ترجمة وعصر الانفتاح اللي صراها في وقت المأمون لم يكن هو ليس طبيعة الدولة العباسية ليس طبيعة دولة أو طابعة دولة وإنما هي سياسة شخص سياسة المأمون المأمون كان هكذا والدليل أنه لما رحل المأمون لما توفي المأمون وجاء المتوكل قال بالحكاية لما جاء المتوكل اضطهد المعتزلة وانتصر لأهل الحديث المتوكل أيضا عباسي إذن لما تغير الشخص تغيرت السياسة إذن سياسة المأمون هي رأيه الشخصي ولم تكن طبيعة للدولة العباسية كامبراطورية أو كدولة كل خليفة يجيب سياسته لما راح المأمون جاء المتوكل راحت سياسة المأمون وبدأ إحراق كتب الاعتزال وكتب الفلسفة واضطهاد المعتزلة وقتلهم وسجنهم وشريدهم وبدأ الانتصار لأهل الحديث وإعطاءهم المناصب وإعادة المكان انتحهم السابقة إلى آخره وأكثر من هذا بعد المأمون ماذا حدث حدث توقيف غلق باب الاجتهاد أغلقها مع القادر بالله شفناها النص بعد نزيد ما نشوفوه القادر بالله دار منشور وقع هو فيه وزدوا وقعه معها الفقهاء منشور يأمر بغلق باب الاجتهاد نهائيا ويحدد العقائد ما يجب على المسلمين أن يعتقدوا يحدد العقائد بالتفصيل تعتقد في هذا وهذا وهذا ومن يعتقد هذا ما في هذا المنشور فهو كافر ويقتل حكاية إذن 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 هنا نشوفو بأن نشوفوا بأن نشوفوا بأن بأن نشوفوا بأن هذه السياسة لم تكن طبيعة الدولة العباسية وإنما كانت هي سياسة أشخاص هي رأي أشخاص لما يتغير الشخص تتغير السياسة إذن الآن نعود إلى كلام ابن خلدون في المقدمة كما قلنا هذه الطبعة التي لديها هي طبعة الجزائرية طبعة لوسيان يعني المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ جزائر 2006 الجزء الثاني بتحقيق وتقديم وتعليم صفحة 203 و204 هنا يتكلم بن خلدون على العمارة علاقة العرب بالعمران علاقة العرب يقول الفصل في أن المباني التي تخططها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل قال لك والسبب في ذلك شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناه فلا تكون المباني وثيقة في تشهيدها وله والله أعلم وجه آخر وهو أمس به وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن قال لك تالعرب مدينة ما يدير واش مليح قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن كما قلناه من المكان وطيب الهواء والمياه والمزارع والمراعي فإن بالتفاوت في هذه تتفاوت جودة المصر أو رداءته المصر يعني البلدة المصر المدينة المكان المصر أو رداءته من حيث العمران الطبيعي والعرب بمعزل عن هذا وإنما يراعون مراعي اسمع مليح والعرب إنما يراعون مراعي إبيلهم خاصة لا يبالون بالماء طاب أم خبث ولا قل أم كثر ولا يسألون عن زكي المزارع والمنابت والأهوية لانتقالهم في الأرض ونقلهم الحبوب من البلد المعيد وأما الرياح فالقفز مختلف للمهاب بكلها والضعن كفيل لهم بطيبها لأن الرياح إنما تخبث مع القرار والسكنة وكثرة الفضالات وانظر لما اختطوا شوف يقول لك وانظر لما اختطوا اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعوا في اختطاطها إلا مراعي إبيلهم أنا وقال لك عندما بانوا الأمر ببناء الكوفة والبصرة والقيروان قال لك رعوا فيها مراعي إبيلهم وما يقرب من القفر ومسالك الضعم فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي ولم تكن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم كما قدمنا أنه يحتاج إليه في حفظ العمران فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار ولم تكن في وسط الناس فلأول لها أتى عليها الخراب والإنحلال كأن لم تكن كأن لم تكن هذا كلام ابن خالدون بالنسبة لهذا الجانب حسنا سعيد إذا لم تكن تقول حاجات ابن خالدون عننا شوية وقت سنحبس الحاجات هنا لنحقنا نهاية الحالبا سعيد خلاص نتوقفوا ما زال كلام ابن خالدون إذن توقفوا هنا ونديروا فصل جيد في المرأة نكملوا في الحق المقبلة شكرا لك سعيد تكون سعيدا للمتابعين والمتابعات ولحق المقبلة صحيح دقيقة نرد على التليفون